بسم الله الرحمن الرحيم أخواني أخواتي كما تعلمون نحن مقبلون الآن على العشر الأواخر والله تعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة هي تاج الليالي هي درة الليالي خير من ألف شهر يعني تعادل 83 سنة تقريبا أي عمل صالح تعمل في هذه الليلة لو قلت سبحان الله كأنك قلته 83 سنة لو ركعت كأنك راكع 83 سنة بل أكثر لأن الله قال خير من ألف شهر هذه الليلة تبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر فينبغي علينا أن نحرص أول ما نحرص على أداء الفريضة في وقتها على أجمل وجه صلاة المغرب والعشاء أن نصليها في المسجد مع صلاوات القيام والتراويح وبعد المغرب لا ننسى شيئهم جدا أذكار المساء تبدأ في أذكار المساء وتعيش حياتك مع هذه الأذكار تسترسل بها بإيمان وخشول وانسجام وحضور قلب لو قرأت القرآن كأنك قرأته 83 سنة تخيل فنحن يا أخواني يا أخواتي طول السنة يعني مشغولين في هذه الحياة الدنيا وهذه فرصة عظيمة والله التاجر الذكي الموفق هو الذي يقتنص هذه الفرصة هو الذي يجتهد في هذه العشر الأذاخر حتى يفرح يوم القيامة يوم الحساب يفرح بأعمال عظيمة جليلة يراها أمام عينه ويا أخواني احذروا أن تضيعوا الليالي بسبب أني بالله ليلة القدر هي ليلة 27 لا انتبه أو في الوتر فقط تحرص على الوتر لا تدري هناك اختلاف بين أهل العلم في مسألة تحديد اليوم بالضبط هناك اختلاف لا تضيع الفرصة كلها عشر ليالي اغتنمها ولا تقصر بها قدر استطاعتك فلا ندري والله أنعيش ونحيا إلى السنة القادمة أم لا نحيا يعني كلها عشر ليالي أيام بسيطة معدودة لنعيشها بحب وإيمان نفرح بها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله حديث متفق عليه شد مئزره كناية عن الهمة العالية في الإقدام على الطاعة وقالت رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة هي تاج الليالي هي درة الليالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر